ما يفصل التونسيين عن موعد الاقتراع بات يعد بالأيام استحقاق دقت ساعته تقريبا وسط مناخ مشحون بالتجذبات في ظل حملة انتخابية يجمع المراقبون على أنها مرت مرور الكرام ولم تستقطب اهتمام التونسيين وضع دفع بحراك الخامس والعشر من جوليا إلى استباق يوم الامتحان بدعوة التونسيين إلى ضرورة المشاركة بكثافة لإنجاح مصاري التغيير كما يقول هو امتحان المواطن التونسي لحبه لبلاده لأنه بالعملية الانتخابية هو سيقرر وهو سيفرز بين الغث والسمين وهو اللي بش يتواجه لصندوق الاقتراع وهو اللي بش يخذ باسيره في يده هذه هي النقطة الأساسية اللي نعمل عليها إذن نحن نعمل على الوعي للمواطن التونسي لأنه المواطن التونسي عنده رغبة في التغيير رغبة في الاختيار لذلك يعرف شكون يختار وشكون اللي نجم يعمل عليه إلى الإقبال بكثافة على واجب الانتخاب يدعو حرك الخامس والعشر من جوليا للقطع مع ما يسميه منظومة الفشر والإرهاب فيما تتوصل نداءات المعارضين لهذا المصاري بضرورة مقاطعة الصناديق رفضا لمصار غير دستوري وغير شرعي وبين هذا وذاك ترتفع أصوات تؤكد أن لا حل للبلاد للخروج من أزمتها إلا عبر حوار بناء لا يقصي أحدا هو مشهد لم يسبق للبلاد أن عرفته قبل أي استحقاق انتخابي وقد يصعب التكهن بمخرجاته وتبعاته إن كانت ستفضي إلى استقرار سياسي أم إلى احتدام منطق السرع نعم للتصويت لا للمقاطعة شعار يرفعه الأطراف الداعمون للمصاري الانتخابي في وجه خصوم يدعون إلى مقاطعة هذا الاستحقاق وعدم الاعتراف بنتائجه فلمن ستكون الغلبة وأي الأصوات ستكون أكثر تأثيرا في خيارات الناخبين عيمت شتارة تونس الميادين